بين تشرينين يعود الصمود مجددا للصوت الواحد والعراق الموحد لسان حال لا يموت وتنطق الحناجر أنها تريد وطن بعد مرور عام على تظاهرات اختلط فيها الدم الحر بالعنف والقهر جاءت حكومة الكاظمي لتردد الصدى بتحقيق تطلعات وآمال الشارع الثائر والمطالب بالحقوق والحرية والاستقرار وعلى اعتاب الايام المقبلة لا قراءة بالفنجان أو تخيلا لواقع غير ملموس بل انها انجازات تحققت بالفعل كضبط الحدود وتفاعل محلي وعربي ودولي حول سيادة الدولة العراقية منصات التواصل الاجتماعي المحركة لشرارات الغضب اليوم غضب بعض منه يحركه عابثون وبعض منه يطالب بالحقوق وبين هذا وذاك يعرف العراقي بذكاء حاد بعد ان اصبح صاحب تجربة في كشف حقائق تزييف الثورات وركوب الموج من قبل وجوه فساد وخارجين عن القانون وسارقين الاستقرار العراق يعرف العراقي اليوم ان الحرية في التظاهر السلمي حق مشروع نطق به الكاظمي وكان اول رئيس وزراء يشارك الجمعة صوتهم يدخل السجون يفتح ملفات محافظات ومناطق تجرعة ويلات الخطف والقتل والخراب اما الخطة التي يحملها الكاظمي ويشرع بها العمل الحكومي تكمن في معرفة مخابئ التخريب والتمييز بين تحقيق الوعود كتنفيذ الانتخابات شريطة ان تكون نزيهة حرة بالفعل في الضفة الاخرى من الصورة الكاملة هناك من يحاول الدق بمسمار الفتنة واثارة الدم في الشارع مجددا تحقيقا لمطامع جهات خارجية بهدف اعاقة المشهد السياسي وتعظيم الشرخ في الثقة بين المواطن وحكومته هم كثر فيقول العراقي بلسان الوعي وبصوت مرتفع نريد وطنا ونحترم قانونا فاحذروا من قناع مزيف قد يحمل شعارات مشابهة لكنه قناع يخفي وراءه فتنة قد لا يخرج العراق منها سالما مستقرا منعما بالحرية والنزاهة موسيقى